موسيقى ما تخلص يا أهلا! ما تتغنيش معاك يا داس من جيه! يا باشا! تليه حايل في نفسك كده! خدمك عبدالجليل! لما أخصى من الدوئة! الدوئة! كنت بتعمل ايه بقى عند الجامعة؟ شغل! ووركس! شغل! تبتشغل ايه أهلا؟ انا منظم! منظم! أعزل يعني يا حضرتك منظم مقافات احتكاكية ومظاهرات يعني! نعمل ايه يا باشا بقى؟ نعمل ايه؟ ربنا قال كده! شغلي بالزبط يا انا شنافنا! يعني يا باشا زي ما تقول كده انت عارف البلد البلد لما اوزعني ايه؟ البلد حال هواقف! لما انتو الواصل لغاية البلعوم فربنا رزقنا بقى موضوع المعتصمات والمظاهرات ديت عشان خطر اللق ما نعض فيها! نعض فيها ولا ما نعض الشباقشة! نعضوا ولا ما نعضوا! نعضوا ولا ما نعضوا! انت غلا! انت غلا! انت غلا بالزبط! هقول لك باشا! انت عرف العمال بتوع امرا فاندي وبتوع المحلات الكبرى بتوع الغزل والفاسيج دول لما يحبوا باعباعه بقى! هلص! يجبوني احنا عشان خطر نظامهم بقى فالمعتصمات بتاعتهم ديت ونواتبهم بقى كده القصير وراء والطويل قدام وكده! وكمانا دمانه دمانهور الاهل برضو! دمانهور الاهل بصعد برضو! بيجبنا في الارث راسور في الحاجات ديت! عشان خطر نظامهم وكده يعني! وياك! وياك حد يتكلم وليف تحبوه! اوه! اوه! بس يعني زي ما تقول حضرتك كده باشا! اه! سايس! سايس! اه! لا! يا باشا لا! مسايس التاني! مسايس عربيار ده! سايس بني قدمين! اه! وتعتقد كده اليومية يعني اطلالها في عدود ده! خمسين ستين جنيه! حسن مربنا يرزق يعني! بس انت عارف يا باشا! انا مش عارف مظاهرات دي عملوا ليه! ولا حتى بيقولوا فيها ايه! بقعتوا كلوا الكلام غريب كده! انا مش مع العلق الراكش اللي هو بوق دي يا تابتا! طب بس بس بس! الكين اللي انت بقى على جنب كده وراح شوية! استنيني شوية! اقمرني كبير! اقمرني! ام! وانت قالا! اسمك ايه? كريم عبدالعظيم! استنى رابع حقوق! اه! وطبعنا كريم انت ملكش في الموضوع! انت كنت راه عند الجامعة عشان تشهب عصير! اه! ما احنا ناس مفترية! بننسك الناس اللي ماشى في الشارع عادي كده! ونسيب الناس اللي بتعمل شغب ومظاهرات! مش كده! لا يا فندم! انا دخلت المظاهرات وانا عارف انا بقول ايه وبعمل ايه كويس قوي! هو دي يا باشا! هو دي الودي يا باشا! الناس كنت منكبراني ومخطراني في المظاهر يا باشا! ومحدش قدر يفتح بقر! الوقت اول ما دخل المظاهر يا باشا! يا فرتككا! فرتككا وهي يجي التانية! انا عايز اليوم ايه بتاعت الخمسين جنيه اه! تفضل ايدك يا عمي الحاج انت الله! والا! البيت الحق يا باشا! البيت الحق يا باشا! البيت الحق يا باشا! ما تزعاش بالمجد! ما تتكلمش لما قولنا! مرني جبير! تفهم ولا لا؟ مرني جبير! وانت بقى محترض عليها سوز كاري! طب مش الاول تخلص دراستك وتتخرج وتتحمل مسؤولية نفسك وعلي كده تبقى تتنايل تعترض تم مزارات لما استهاينا ينزلوا ضرب اهالينا في غزة وفلسطين واحنا بنحتفل معاهم بعيد الثورة تبقى دي خيانة عظمة وبقى الدم خلاص بقى مية واحنا اليوم كن نسكت علي كده انت ابوك بالشغل يا ابني ابويا ميت ابويا ميت سلام عليكم مهندس زهر عبد العظيم لا لا الحقيقة بس انا كان اخويا كريم تمسك في مظاهرة قدام الجامعة ولفيت عليه في كل الفروع والاخر عرفت ان هو موجود هنا يعني انا بس والله كنت عارس طم من والدته وعليه يعني طبعات البطاعة واستمنا بار فضل عبد الجليل عبد الجليل عبد الجليل عبد الجليل شعبان هو اللي بيؤكلني وبيشرمني وبيشني وبيواجيني وبيجرني اشوف اشوف ولاي الصورك اشوف ولاي الصورك اسمه عبد الجليل شعبان يا سيدي واجعتي دماغنا استنيه بارة با يا سيدي ما توجعك ولا تتفرق انت واللي خلي فوق قول لأمك من سنيك بارة عايز اتطمن عليه عايز احس انه ابني حرام عليكو يا مفترين يا ظلمة انا حبت عراسيب مش قيمة الا ما اشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم يا ربي كل جميع العظيم حرمان يا شكحاس حرمان يا شكحاس جمعان ان شاء الله انا كنا اعوزينك في كلمتين يا شكحاس فضله خير ان شاء الله الشيخ عمران عبد الله بيبعث لك السلام وبيتعيلك ويقول لك ربنا يوفقك ويثبت خطك دايما ان شاء الله ان شاء الله هو لسه فيما انتقل خارج وريب ان شاء الله واحنا عايز منك خدمة يا شكحاسا ان قضتها ربنا سبحانه وتعالى حيكفأك اعظم كفأة خدمة ايه؟ قبل ما نقولك خدمة ايه يا شكحاسا انت ايه رأيك في اللي اقاموا علاقات وصلح مع اليهود الصهينة ومش بس كده دول ايه؟ بيأكلوا ويشربوا معاهم كمان منافقين ربنا سبحانه وتعالى توعد المنافقين بعذاب قليل الله يفتح عليك يا شكحاسا هل تتصور يا اخي ان يوجد معبد يهودي في مصر بجوار مسجد وبيت من بيوت الله؟ ومش بس كده دول بيشتغلوا في إصلاحه ولغاية ما يبقى الصرح ضخم كمان ومزار لله يهود من الدنيا كلها قادر ربنا سبحانه وتعالى يحرقهم بجاز وربنا قال ازعى يا عبد ولا ازعى معاك مش فاهم الشيخ عمران قال لنا ان ربنا حباك بمنحة وموهبة لا يوجد لك مثيل في الدنيا أبدا احنا يا شيخ حسن عايزينك تعمل لنا قم بلا قم بلا شوف يا شيخ انت وهو انا من يوم ما خرجت من المعتقل وخلاص سبت الحكاية دي خالص وكتبت ورقة على نفسي بكده والورقة عاد ما الرأى منكم منكرا فليغيروا بيدي وبقلبي وبلساني وهذا أضعف الإيمان شوف يا شيخ انا ما اسهل علي ان نعمل لكم القمنا عظيم والأسهل انكم ترموها وتفجروها يعني لكن ايه الصعب الصعب في الحكاية دي اللي هيحصل من جراء تفجير الكمبيل ايه اللي هيحصل ايه هيروح فيها أطفال وشيوخ ونساء ومدنيين ومسلمين وغيرهم هيروحوا يا شو هذا أحياء عند ربهم يرزقوا شو هذا اي نعم شوف يا شيخ بلغوا عني السلام للشيخ أمران وغلولوا الشيخ حسن ساب الطريق ده تماما وما عندوش اي استعداد يرجع له تاني خالص عن اذنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته